مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الزكرة الرابعة لنكسة 30 سنة في البداية لابد أن أعلق على مجموعة الاستفاف والالتفاف اللي هي مجموعة الإقصاء رفضت يعني بعد أيام سعقد مؤتمر لإعلان إدانة مجرى في 3 يوليوم منقلاب عسكر الصليب ضد الشعب المصري المسلم مجموعة الإقصاء والإلهاء والالتفاف هذه اللي بيسمون نفسهم الاستفاف الوطني هؤلاء وابتعوا الجمعية الصليبية اللي بيسمون نفسهم الجمعية الوطنية رفضوا رفضوا عقد مؤتمر للتذكير بأن هذا انقلاب عسكري دموي رفضوا اللي هم عادين يتكلموا عن حق إنسان ومش عارف إيه وابتاعه كلام فاضي ورفضين هذه الجريمة الشنعاء اللي اليهود عادين يقولوا ده هتلر ولع فينا وعملين قانون اللي من ينكر المذبحة بتاعتهم دي واللي بقولوا عليها يدخل السجن في أوروبا بينما احنا مذبحة موساقة بالصوت والصورة والبس على الهواء مذبحة رابعة ونجد بتوع الاستفاف والالتفاف يمنعون رفع شعار رابعة يمنعون رفع شعارات رابعة المظاهرات اللي فيها رابعة وما إلى ذلك بل إنهم يرفضون حتى ما كان ليكون أردوغان لو لا إحياء ذكر عدنام Madeleyس في تركيا لو ردم الطراب على عدنام Madeleyس ما كانش فيه أردوغان لو الشعب التركي المسلم ما عارفش ايه اللي حصل فيه انقلاب عدنام Madeleyس ومن تبعه انقلاب التمانينات والمذابح اللي عملها العسكر ضد الشعب التركي المسلم ما كانش فشل الانقلاب العسكري على أردوغان ولذلك ما أنا بقول لك موضوع شيلة الاستفاف والالتفاف دول اللي بيعملوا صالح أجندات مش بتاعتنا لتخوض الشعب المصر المسلم لماذا لا يحيون أو يذكرون بكوارس الانقلاب العسكار؟ لأنهم يريدون للشعب المصر المسلم أن يتصالح مع عسكر الصليب وأنه يعني خلاص بقى احنا اعترفنا بالانقلاب وإحنا مع الانقلاب أصلب من زمان هكذا ما هم دول رجال العسكر الموجودين في المعسكر الشرعي المندسين في المعسكر الشرعي كي يزدون خباله دول أصلا ليسوا مع الشرعي هم تظاهروا بهذا حتى يدخلوا بيننا وبعد ذلك قالوا خلاص بقى جماعة بل انقلاب عسكري احنا مع مؤسسة الدولة احنا مع مؤسسة السيسي يعني لا هكذا لكن نعود إلى موضوع في دراسة ما جرى في 30 سنة لماذا نجح من خرجوا في 30 سنة في تحقيق خدفهم؟ ولماذا ندم منهم من ندم؟ لم تعي سرط الرسول صلى الله عليه وسلم من التخطيط والمخابرات وكذا وصارد هذا لما نجي ننظر لمن خرجوا في 30 سنة ولماذا نجحنا انقلاب؟ الخرجوا في 30 سنة هم الزبالة والحسالة والرقاصين والشمامين والكبرهات والخمرجية والمنافقين والكنيسة والعلمانيين ويعني حسالة المجتمع وزبالة المجتمع المصري وهذه النسبة لا تزيدوا بحالة من الأحوال عن 15% ودي نسبة كبيرة جدا انت بتكلم في 17 مليون مجتمع يعني انت بتكلم في 10-12 مليون من المجتمع المصري ودولوا ونزدوا في المادينة يمنوا المادينة يعني المهم وهؤلاء لم يخرجوا بقى لمسا فشل سلسل الإخوان ولا كذا انما خرجوا كما قال لي احدهم قبل انقلاب العسكري وانا كنت متاجه لعريش في عمل ايام الرئيس مرسي وكان نسائق العربية اللي معانا فهو طول الطريق يشتم في الرئيس مرسي في عهد الرئيس مرسي فانا اقول له ليه يا ابني فيقول له والله السيحة بازت فانا طبعا كنت في مجلس الشعب والشورى يعني اعلامي فكنت طبعا معي التقارير وكنت اقرأ كل التقارير وتمع كل المناقشات وهكذا فكنت اقول له والله كلامه غلط الرئيس مرسي نجح في كذا ونجح في كذا والبنوك احتياطها زاد بكذا والاقتصاد زاد بكذا ففي الاخر باخر مزيق معي كذا ام ماسك علبة سجاير كده في جنب العربية اقول لي انت شاهد دي قلت له اه ملا قال لي محمد مرسي خلال زي غزة قلت له ملا غزة قال منع السجاير قلت له وانت معارض محمد مرسي عاوز تشيله عشان خوف انع السجاير قال لي اه فالاخ ده عمل زي جاب شاكوش ودربه انا كنت معتقد ان المسألة الاعلام ضل للشعب والاعلام مضلش حد اصلا ربنا يعني كل اللي خرج ده ربنا يعدبه فلما يعزبهم مش يظلمهم اللي خرج دعا نبوك الابراشلي ولا لميس قلت شوفوا ايه حكايته ده فكنا في يوم جمعة فانزلنا انا ذهبت الى المسجد وطبعا عدت بقى هو جيت جامعة ولا مجيش هو صلى الله ولا ما صلى الله فوجدت انه لا يصلي ولا رقع لي الله حتى بعد كده تعقبت المحافظات اللي هي السسوية فوجدتها المحافظات التي تواجد فيها اليهود حتى انا قلت قبل ما يقوله هم لفظ الصهاينة العرب قلت يعني الصهاينة المصري لانه وجدت ان اليهود اللي انا قرأت كسرا عن تاريخ اليهود في مصر ومذكراتهم فوجدتهم كانوا يفتحوا خمرات ويفتحوا دوردعارة وهكذا ويعني ينشرون نمط حياة من الحلال والفسق والفقور فوجدت انه بورسعيد مؤيدة الشفيق والاسماعيلية والسويس مؤيدة المرسو لماذا لان بورسعيد كجال يهودية كبيرة جدا تجد مثلا المحلة تركيش شديد جدا لشفيق والسسويق لانها كيتمركز كان في حيث وحي خوخة اليهود الجمالية حي يجبر اليهود الوسط البلد دي كان كلها يهود لكن حلوان لا ما كانش فيها يهود مصر جدا كان فيها يهود الكهرة جدا ما فيهاش يهود الكهرة جدا اصلا نقول وزيك صوت لاريسمورس والرحاب اللي هي بتاعي لاغنيها صوت لاريسمورس ضد شافيه من الاتخابين ده من حيث هؤلاء مصر هؤلاء ايه مصر هؤلاء الذين نازلوا في 30 سنة يتحدد وفقا للحالة التي يسقط عليها الانقلاب العسكري يعني لو انت وصلت انت اسقطت الانقلاب العسكري وهما سلموا وارتدوا وخلاص هنشوف مين قتل فيها ومين ما قتلش وكذا ونحكم يعني وفقا للحالة يعني شوف زي فتح مكة فتح مكة ايه فتح مكة انه وفقا للحالة اللي تفتح عليها مكة مكة هتفتح ازاي ده دي المسألة شروط الفتح مكة ايه ايه دي هكذا تضر الامور ما ضرش وانا كده في البرع كده اقول والله هؤلاء كده كده لا لابد لحظة اسقطت الانقلاب العسكري هي التي تحدد ما يجب عمره المهم وانا بقول انه هو الله الزباط والعساكر اللي يرموا السلاح وسلموا الحق عفو يا سيدي ده انا رأيي انا ما عارش بقى كانوا يوفق الشراء الاسلامية ولكن هذا تصور المهم لما انظر لي عملية الانقلاب العسكري ككل لا بد ان اقول ان 30 سنية كانت صورة بكل ما تعنيه الكلمة من الاخطاء التي حشتها في دماغنا اعلام المخابرات الامريكية المخابرات الامريكية من خلال العلامة حشتها في دماغنا ان الثورة لابد ان يشارك فيها عدد كبير من الشعب وده غير صحيح اي ثورة في العالم قام بها اقلية ثورة فرنسا دي كتثورة باريس بس مش كل فرنسا الثورة الشعرية في روسيا قام بها الشعرين اسلام كله فالثورة لا تخاص وفقا لعدد من قاموا بها انما هي الثورة بتاخد شكل انقلاب العسكري بتاخد شكل ثورة بتاخد اي شيء يعني المهم الثورة هي في طبيعتها انه بتكون بافية او مجموعة قد يقول لها ظهير شعبي او ليس لها ظهير شعبي ولها حاجتين ان هي لها بتقوم بذلك باستخدام القوة العسكرية المسلحة والامر الثاني انه بتقسم المجتمع الى فسطتين معناه ولا ضدنا هكذا لكن انا رأي ان احنا نقسمه ثلاثة اللي واحد عشان ناخد حزبك انا ما نحطه اللي هو بيسقف لليه يكسب في الاخر فلما نتنظر الى 30 سنة هتجد ان عسكر الصليب استخدام القوة العسكرية المسلحة في الوصول للحكم يعني هو راح قال انا بعمل ثورة ايه الثورة دي؟ الثورات بطبيعتها عمل مسلح يعني لو جبت انت اي ثورة في العالم هتجدها عمل مسلح في ايران في فنزويلة في جنوب افريقيا بتاع مندلة كان مندلة اصلا مسلح في روسيا في غزة الثورات بتاعتها ثورة قال سعود ضد الحكم العثماني كل الثورات كلها بطبيعتها هي عمل مسلح هذه الثورات لو كانت مظاهرات كما فعنه نحن 25 ناير تبقى دي اعمال احتجاج فلزاك من الخطأ ان احنا قول ثورة 25 ناير هي اسمها تظاهرات 25 ناير احتجاجات 25 ناير انتفاضة 25 ناير لكن 30 سنة ثورة لانها كانت مسلحة لانه الثورة هي تغيير الحكم بالقوة تغيير الحكم بالقوة فاهم ومن اللازي خلعه مبارك هل احنا اللي تزهرنا في مداية التحرير لا العسكر اللي خلعه مبارك بالقوة قالوا حتى نصف ثورة ونصف انقلاء لكن الاخر القوة العسكر هي اللي خلعت مبارك بس لما لقى الجيش ويف ضده او العسكر ويف ضده ليه ما اصالحهم بقى وعشان هم كانوا ضد التوريس وعاوزين هم يركبوا مقام مبارك وهي كده المهم وامريكا اتلهم شلو المهم فهذا ما فعلوا العسكر اولا قاموا بثورة مسلحة ثاليا اسموا وقال لك والله انتم شعب واحنا شعب لكم رب ولنا رب الطورة بتقسم المعسكر الناس الى فستتين فستة اللي بت Instant 30 سنة وفستات الشعب المصري المسلم فتلاقي هم يصنفوا انه ده الاخوان طب اللي مش اخوان مهو عطف مع الاخوان طب اللي مش عطف مع الاخوان متأخون طب اللي مكتفين زينيا مع الاخوان وهكذا ولذلك وما قالوش هم انه الاخوان فهو مش رفاء لم يقولوا ان الاخوان فهو مش رفاء ولذلك غزوة بدر سميت ايه بغزوة الفرقان ويوم الفرقان اليوم الفرق فيه بين القفر والإسلام شوف فكرة المعسكرية التأسيم المعسكرية ولذلك يوم يقف المسلمون يوم غزوة بدر وقال والله إن جيش الكفار فيهم شرفاء لو المسلمين في غزوة بدر وقفوا قال والله إن جيش الكفار فيه شرفاء كانت هزموا لو الكفار في غزوة بدر حتى الكفار في غزوة بدر ما قالوش جيش المسلمين فيه شرفاء أبدا لأنه هي فكرة الثورة قائمة على فكرة الضدية مفيش حد في النظام الشيوعي قال لك أن الرأس مالين فيهم شرفاء ومحدش من الرأس مالين قال لك والله الشعين فيهم شرفاء هل أمريكا سمحت بوجود حزب الشيوعي لشرفاء الشعين في أمريكا؟ لا لا يوجد هذا هل أمريكا سمحت والله الماني حابد أسمح مثلا بحزب نازي للشرفاء من النازية؟ لا هل حد في الإعلام الأمريكي بيقول والله هيداعش فيهم شرفاء؟ لا لحد قال في الإعلام الأمريكي داعش فيهم شرفاء هيسلخوها، هل لقوا في السقف لكن لأننا عندنا منصات إعلامية مهمتها السيطرة على الإخوان المسلمين وتمولها المخابرات الأجنبية وطلعت هذه المنصات الإعلامية وجاءت بالمأجورين فبدوا يطلعوا العسكر فيهم شرفاء، العسكر فيهم شرفاء العسكر فيهم كذا لأنه عاوز يقسم فكرة الولاء والبراء وفكرة الفرقين فبالتالي أنا أجد أنه الحدث في 30 سنة سواء أنه من فكرة التغيير الحكم بالقوة وفكرة المعسكرين وأيضا كان عندهم جهاز مخابرات المخابرات الحربية شغالة والمخابرات الكنيسة شغالة والمخابرات العامة وبحث أمن الدولة ومش عارف مباحث العامة وكذا وعملين لك تنظيمات تحت الأرض تنظيمات سرية شغالة والسفير الأمريكي كان عامل رخر تنظيم سر للإعلام مجلس الشر اللي قال عليه وحيد حامد اكتب على يوتيوب مجلس الشر نعمل حلقة عنه يرقى في السفير الأمريكي كان بيجمع عوائل إبراشي ومونة الشازلة وليل عائل وهؤلاء وحيد حامد يتفقون كل أسبوع كل يوم جمعة إيه اللي هنقوله هذا الأسبوع انت بقى هل الإخوان عملوا بقى لهم مجهاز مخابراتهم السري الذي يعرف لهم عدوهم بحث تسفيئة وكذا وكذا لا لما كون المخابرات زرعة رجالتها داخل قيادات الإخوان وصفت قيادات المخلصة وكذا ورأت القيادات اللي هي رجالة المخابرات وكذا أصبح هو أم اللي بتحكفه في كل حاج انت بقى في المقابل لم تسعى لزراعة أو ان كانوا موجودين أصلا وفيه ناس موجودة موالية للطيار الإسلامي داخل العسكر وداخل الشرطة وداخل القضاء لكن انت حضرتك لم تستغلهم ولا عاوز تستغلهم وأنا بقول والله الذي كان في الإخوان وأنا جلست مع بعض الشخصات الإخوانية وقال له الله ديما ذهبنا لقضاءات الإخوان وقلنا لهم ودائما كان هناك مركز سري داخل الإخوان يعطل كل شيء كل شيء نقوله كل المعنوات نودها كلها تكون ضر فأنا والله بقول من هو المركز السري اللي داخل الإخوان اللي أحبط وأفسد كل هذا طبعا لما قتل الشهيد محمد كمال وحصل لانقلاب داخل الإخوان بتدبير من السعودية اتضح لنا جانب من المركز السري في الإخوان اللي كان دوره يكسح الجماعة من التح يعني يجي من ظهرها كده وحشها بالسكين وهذا ما حدث لأن المخابرات عامت لانقلاب العسكر وبعدين الانقلاب فشل من ناحية العملية يعني الانقلاب كان متهزهز ومتنيل ومتأرجح وكل حاج فهنا المخابرات الإقليمية ومخابرات السيسر عقبوا سكينة وحشوا جماعة الإخوان من ورد بيد مخابراتية موجودة داخل جماعة الإخوان ولكن طبعا لأن عقلية الشعب المصري المسلم ومنهم الإخوان ربعت عليه اللي هاتخون ولذلك تركيا مفاش الكلام ده ما تشوف مسلسل أرطوغ اللي هو مسلسل في الانت مصطفى ومسلسل سوطانة عم حميد لا مطلع لك الخونة أقرب الناس إليك جزغته السلطانة عم حميد طلع خائم طلع خائم قيد المحاربين طلع خائم ومسلسل أرطوغ وهكذا وغيره أنا عايز أوريك الفرق إزاي تم تدمير عقلية المسلمين ولكن كيف تمكنت المخابرات البريطانية أو بعدها المخابرات الأمريكية من تفكيق عقلية المسلمين تفكيق العقل المسلم سأخص حلقة أخرى لذلك بيزنا إن شاء الله مشاهدينا فانتظرونا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر